إحياء الذكرى 63 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958 كان فرصة لاستذكار الدور المحوري لتشكيل الحكومة في مجال توحيد التوجه نحو إرساء المعالم الأساسية لنيل استقلال الجزائر الثورة مرت عليها أربع سنوات لهذا كان لابد أن هذه الثورة تتدعم بجهاز تنفيذي بحكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية معناه أن تأسيس جيبيرا هو التدوير للقضية الجزائرية وتأسيس لحكومة تعامل الند للند على المسرح الدولي تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية شكل فرصة أيضا لإعطاء هيكل دولي مشروع للكفاحة وإبلاغ فرنسا الاستعمارية بضرورة التفاوض مع حكومة مؤقتة معترف بها قانونا الحكومة المؤقتة كان في يدها مسألة مهمة جدا وهي التفاوض مع الضرف الفرنسي لأن فرنسا في كثير من الأحيان أشارت وأشاعت بأن المفاوض الجزائري غير موجود ومن أجل ضحف هذه الإشاعات وهذه الدعاية الفرنسية تشكلت الحكومة المؤقتة التي عملت على إعادة هيكل الثورة الجزائرية على كافة الأصعيدة تشكيلة الحكومة المؤقتة فيها حكمة كبيرة جدا وهو مشاركة كل التشكيلات والتوجهات السياسية في الجزائر وقلت أنها رسالة للجزائرين اليوم على أساس أن الجزائر تتسع للجميع حدث مثل على مفارقة في تاريخ الثورة التحريرية وعطى غطاء شرعيا للكفاح المسلح على الصعيدة الدولية كما سمح بالتغلب على مشاكل التنسيق التي كانت قائمة بين مختلف الولايات التاريخية